بين حرب الميليشيا وحصارها والانفلات الامن ترزح مدينة تعز منذ اعوام اخطار ثلاثة تتهدد حياة السكان المحلي فالمحظوظ بالنجاة من قذيفة طائشة قد لا يتكرر الحظ معهم من رصاصة الاشتباكات المسلحة التي غالبا ما تحدث بين فصائل من الجيش والمقاومة الشعبية المنظوية في اطاره لاسباب تتعلق بالسيطرة على ارادات المدينة احيانا واحيانا لاسباب شخصية هذا الحال ظل هو السائد طوال الفترة الماضية وفشلت كل المحاولات لاحتوائه نهائيا ومع تزاهد حدة الاغتيالات التي تطال عسكريين ومدنيين لجأت ادارة امن محافظة تعز بالتعاون مع جهاز الشرطة العسكرية لتدشين حملة امنية في المدينة لتأمين الشوارع والمناطق المحررة وضبط العناصر الخارجة عن القانون هذه مكونة من 14 طقم يقومون بمهام امنية داخل المدينة لحفظ الامن والاستقرار مساعد مدير الامن العقيد عدنان الثقاف اكد ان الحملة المكونة من 14 دورية من الوحدات العسكرية والامن العام ستقوم بمهام امنية وستشمل حملات تفتيش داخل المدينة واشار الثقاف الى ان الحملة ستنتشر على مداخل المدينة وفي عدد من الشوارع والاحياء السكنية فهل ستنجح الحملة التي انطلقت بالتزامن مع بداية العام لاعادة الاستقرار والطمأنينة الى حياة السكان ام ان العام الجديد سيكون كسابقه عام خوف وسفك للدم ستظهر الحملة الامنية مظهر عشكري مظهر الدولة سنتعامل مع اي اختلالات امنية موسيقى